سلطنة عمان العراق ومدينة الشارقة لم يعد مسموحا استقبال النفط منها وفق قرار أصدرته اللجنة الاقتصادية والتي تعد الجهة الحكومية الوحيدة التي يحق لها منع أو قبول دخول سفن المشقات النفطية لليمن بما فيها المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي ينص قرار اللجنة الاقتصادية والتي شكلت في سبتمبر 2018 على إيقاف استيراد النفط من مواني عمان والعراق وميناء الحمرية بمديرة الشارقة بالإمارات في ظل غموظ يكتنف صدور هذا القرار الذي رفقته تساؤلات عن مغزى صدوره وعن أثاره الاقتصادية وخلفياته السياسية خصوصا وأن اللجنة الاقتصادية لم توضح ما هي الأسباب التي جعلتها تصدر قرار المنع لكنها اكتفت بالقول إن تعميمها يهدف إلى ضبط تجارة المشتقات النفطية والحد من التلاعب بمواصفاتها ومنع حدوث أي تجارة غير قانونية كانت الحكومة قد قرت في أبريل 2018 تنظيم آلية لضبط تجارة المشتقات النفطية بهدف الحد من تهريب النفط الإيراني إلى ميليشيا الحوثي حيث اتهم البنك المركزي حينها الحوثيين باستخدام ذلك النفط في تمويل الحرب ضد اليمنيين وعرق للحوثي تطبيق آلية البنك المركزي باعتقال التجار الذين حاولوا تنفيذها إجراء منع استقبال الوقود القادم من ثلاث مواني عربية أعاد للواجهة قصة النفط في اليمن وفتح أسئلة كثيرة عن تهريب الوقود الذي لم يعد منحصرا بمناطق سيطرة الحوثي بل أيضا في المناطق المحسوبة على الشرعية والتي تخضع فعليا لتشكيلات عسكرية تابعة للرياضي وأبوظبي وهو ما طرح استفهامات حول النفط تصديرا والسرادا والذي لا يعلم كيف وإلى أين تذهب إراداته